خصائصي من خصائص الامام امير المؤمنين وجز الله النسائي خيرا عندما كتب خصائص الامير المؤمنين هذه خصائص امير المؤمنين يعني تلك الروايات المعتبرة الصحيحة التي اختص بها من اختص بها علي امير المؤمنين ولم يشاركه فيها غيره من الصحابة هذا الكتاب هو اي مهم اعزائي خصائص امير المؤمنين ومحقق الكتاب اخيرا تحقيق تحقيق جيد ومخرج كل احاديثة ولكنه المحقق الذي حقق الكتاب ايضا مولانا فيه فيه ما اقول شيء ولكن فيه ما في البخاري مولانا وهو انه وعناوين الابواب ايضا ماذا ها بدلها مولانا انت من تقرأ الروايات شيء والعنوان المعطى له ماذا شيء اخر خصائص امير المؤمنين وهذا هذا الكتاب هذا خصائص امير المؤمنين هو الذي ادى الى مقتل النسائي مولانا هذا الكتاب هو الذي ادى الى ها مقتله لانه ورد الشام مولانا ورد دمشق مولانا دخل المسجد قالوا له انت اللي كتبت خصائص امير المؤمنين لماذا لن تكتب كتابا في خصائص معاوض قال لا اعرف له حديثا غير لا اشبع الله بطنه فضرب ثم ضرب ثم ضرب الى ان نقل على الايدي عندما وصل الى المدينة مولانا وليذا هما يقولون بانه النسائي من حيث الرجال اللم يكن اقوى من المسلم ومن الاخرين فمو اضعف وانما ارجع كتابه ولم يهتم به بسبب ماذا ها ها بسبب فيه رائحة من التشييع رائحة مو بتشييع ايه ماذا رائحة ويقول يعلمكم التشييع ترى مو بالمعنى الذي عندنا مع الاسف الشديد احنا عندما نقول تشييع نتصور بانه النسائي مثلا الشيعي يعني يعتقد بعصمة الامة لا 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 اولئك كانوا يرون التفتوا جيدا كانوا يعتقدون بافضلية علي على باقي الصحابة هذا كان يسمى شيعي في الاصطلاح من يعتقد بافضليته على و الا اذا صار بناء اهماتينا يلعن الاخرين فهذا يصجنه ها هذا يصير مو فقط رافضه يصير مغالي ويصير كذا الى اخره علي الاحوال ايه الرواية